السلام عليكم ازايكم في فيديو النهاردة هنتكلم على اضافات السيو لليوتيوب وبرضه هنعرف ان هل اضافات اليوتيوب زي اضافة فيد اي كيو او تيوب بادي اهمية لزيادة المشاهدات مثلا وهل فعلا لازم تدفع اشتراك شهري لأي اضافة من دول عشان تقدر تجيب مشاهدات وهل هي لها قيمة او اهمية اصلا على قناتك قبل ما تشتريها او تدفع فيها فلوس وفي الفيديو هنتكلم على كل ده وهقولك على اهمية الاضافات دي وليه احنا كيوتيوبر من استخدمها واهميتها بالنسبة لي وبالنسبة اغلب قناوات اليوتيوب عشان ما اطولش عليكم ده هيكون موضوعنا لذلك لو اول مرة تشوف قناتي اتمنى ان تشترك في القناة وتفعلي الجرس وما تنساش اللايك على الفيديو لانه بيساعد وتقدر كمان تنضم القناتنا الشخصية على تيليجرام وكمان حساباتي على الشبكات الاجتماعية واتلاقي كل الرابط في الوصف يلا بينا خليني في البداية اقولك ان اضافات ال سيو زي فيد اي كيو او تيوب بادي تعتبر اضافات مهمة لكل واحد عنده قناة على اليوتيوب ولكن اهميتها مش بتكون غير في بعض الادوات اللي موجودة فيها وانا بقول بعضها مش كلها لان في ناس كتيرة مفكرة انها اضافات مهمة جدا بحيث انها بتخليك تتصدر على اليوتيوب وكمان بتزود مشاهداتك ومشتركينك وغيره ولكن ده غير صحيح الاضافات دي فعلا بتديك ادوات كتيرة جدا ولكن خليني اقولك وبصراحة ان 90% من الادوات اللي موجودة في اضافات ال سيو لليوتيوب زي فيد اي كيو او تيوب بادي مش هتحتاج لها اصلا لان كل الادوات اللي موجودة على نسخ المدفوعة على اضافة فيد اي كيو او تيوب بادي يوتيوب بتوفر لك بالمجان اساسه يعني في صفحة الاحصائيات الخاصة بفيد اي كيو او اضافة فيد اي كيو لو دخلت عليها وروحت عندك على صفحة ال داشبورد هتلاقي انه بيعرض لك احصائيات اخر سبع ايام زي المشاهدات ومشتركين وساعات المشاهدة وخلافهم كل الاحصائيات اللي انت شايفها دي قدامك المجانية منها وكمان المدفوعة موجودة بشكل مجاني على احصائيات اليوتيوب او جوجل اناليتيك اللي موجودة على قناتك بس الفكرة ان الاضافات دي بتضفها لك بشكل منظم على اساس انها تبقى سهلة وكمان تبقى كل حاجة معروضة قدامك وتبقى كمان سهلة الوصول لها عكس احصائيات اليوتيوب اللي لو دخلت عليها هتتخض من كمية الارقام اللي قدامك وكمية الاسماء والمصطلحات وبالتالي انت مش فاهم او متعمك في التحليلات فغالبا انت مش هتفهم كل الكلام والارقام دي معناها ايه بس في قسم ال داشبورد اللي احنا لسه فيه بالمناسبة هتلاقي في ميزة الحقيقة عجبتني جدا وهو انك تقدر تضيف قناة منافسة لك وده بيخليك تقدر تعرف اداء قناتك مقارنة مع القنوات المنافسة اللي انت ممكن تضيفها والاداة بتسمحلك ان انت تضيف لحد اربع قنوات الصراحة هو مش هديك معلومات كتير وانما المعلومات الاساسية اللي ممكن تعرفها من غير اي اضافة حتى زي عدد المشاهدات والمشتركين في الشهر مثلا بس بس الفكرة انها بيعرضها لك بشكل مميز على اساس ان انت تقدر تعرف هل انت قناتك في نمو والقناة المقارنة معاك دي هل هي في انخفاض ولا لا فبالتالي بتقدر تاخد نبزة سريعة هل انت ماشي باداء مظبوط مقارنة مع القناة اللي انت حطتها كمنافسة ولا لا دي فكرتها مش اكتر بس هل دي حاجة لازم تدفع لها ما يقارب اربعين دولار كل شهر عشان تعرفها في رأيي لا طبعا لان اليوتيوب زي ما قلت بيوفر لك كل حاجة بالمجان وبالمناسبة يعني الادية اللي انا اتكلمت عنها دي اللي انت تقدر تحط القنوات كمنافسة لك على اساس ان انت تعرف اداء قناتك دي بالمجان بس في ادوات اخرى في نفس الاضافات دي اللي هي زي فيد اي كيو او تيوب بادي يعني مدفوعة انت لازم تدفع عشان تستخدمها وكل ده بالفعل اللي موجود بشكل مدفوعة موجود بشكل مجاني على اليوتيوب فيه حاجة تانية برضه ممكن تفيدك في قسم الداشبورد وهو الكلمات الاضافة بتقولك على الكلمات اللي انت متصدر فيها وده شيء جميل وهو متوفر برضه بشكل مجاني على احصائيات اليوتيوب بس الفكر هنا اني من خلال الاضافة دي تقدر تجيب كلمات متعلقة بالكلمة الاساسية وعشان تفهم قصدي لنا افترض انك ماسك كلمة افضل برنامج لبين لو ضغطت على الكلمة دي هتظهر ليك كلمات اخرى متعلقة بالنفس الكلمة المفتاحية اللي انت مستهدفها او اللي انت يعني يواخد مرتبة فيها وطبعا الكلمات اللي هتظهر لك دي بيتم يعني بيتم البحث عنها بقصرة فبالتالي انت كده تكون استفدت بطريقتين الطريقة الاولى وهو انك عرفت الكلمة اللي انت متصدر فيها وممكن تعمل عنها فيديوهات تانية كمان اما عن الاستفادة التانية وهو انك لو ضغطت على الكلمة دي هتظهر لك اقتراحات أخرى لأفكار وكلمات تانية ممكن تستخدمها في فيديو آخر لك أفكار ممكن تقودها وتعمل عنها فيديو آخر لأن طبعا الفيديو بتاعك أخد شهرة بسبب أن تتكلمت عن VBN فأنت ممكن تقدر تعمل فيديو واثنين وثلاثة واربعة لأن أنت أساسا يعتبر استهدفت الكلمة دي فبالتالي اليوتيوب هيدفعك أكتر لأن أنت أساسا متصدر فيها أو أنك تاخد الكلمات دي واتضفها في التاجز أما عن الحاجة الثانية اللي عجبتني في الإضافة دي ودائما بستخدمها وهو الترند واللي أصده الترند الخاص بالقناة المنافسة مش الترند بشكل عام يعني مثلا ادخل على أي قناة منافسة لك أنت عايز تعرف الترند بتاعها إيه أو الفيديوهات اللي هي بتحصل على دفاع الجامد ومشاهدات كتيرة هو اللي بتكلم عنها إيه ده يعني يمثل الترند في قناته أول ما تدخل على القناة المنافسة لك هتلاقي فيه زرار جديد ظهر لك يعني ده لو أنت بتستخدم إضافة فيد آي كيو الظرار ده هيكون بإسم ترند لو دخلت على قسم ترند هزهر لك الفيديوهات النشطة على القناة دي اللي بتحصل على تفاعل ومشاهدات بالتالي ده يديك أفكار عن الفيديوهات اللي أنت ممكن تعملها في قناتك لإني تعتبر الفيديوهات دي هي النشطة واللي بتجيب مشاهدات عالية وتفاعل عالية على القناة دي فبالتالي أنت تعرف أن الفيديو ده ليه جمهور فأنت تقدر تنسله عندك على القناة ودي تعتبر صراحة أهم منذ بالنسبة لي لأن الإضافة في نظري لا تقدم أي شيء آخر ممكن يفيدها ذير ده بس فيه أداة تلتة ممكن تفيدك برضو فيه إضافات إلسيو يعني لكل من فيد آي كيو أو تيوب بادي وهو التاجز أو العلامات أو الإشارات هل ده مهم؟ خلينا أقول لك أن التاجز أو الإشارات أو العلامات ما بقاش أولوية دلوقتي بس هيعرفك الفيديو المنافس ليك متصدر في كلمة إيه بالزبط عشان تقدر تستهدفها أو حتى ممكن تحصل على أفكار منها بمعنى ولنفترض أني لو دخلت على فيديو لي ورحت على القائمة الجانبية اللي هي على اليسار دي زي ما تشايف الشاشة اللي هتظهر يعني دي هتظهر لك فقط لو أنت بتستخدم إضافة فيد آي كيو بالمناسبة القائمة الجانبية دي بكل الأحصائيات اللي موجودة فيها والأرقام اللي موجودة فيها لم ولن تفيدك في أي شيء إذا كان في قناتك أو القنوات المنافسة لأن كل الأرقام اللي انت شايفها دي دلوقتي على جانب الفيديو بتبقى ظهرة أصلا أسفل الفيديو زي المشاهدات وحجم القناة واللايكات والخلافة أو في الأباوت بتاع القناة زي مثلا حجم المشاهدات والساعات والبلد وغيره يعني الإضافة أصلا حتى بالأدوات اللي مقفولة دلوقتي في القائمة دي يعني أنت عشان تفتحها لازم تدفع 40 دولار أو أكتر حرفين مش هتفيدك في أي شيء لأن كل الكلام دي أصلا موجود في الأحصائد الخاصة بالقناة يعني أنت مش محتاج تدفع 40 دولار عشان تظهر حاجة موجودة في مكان آخر في النهاية أنت مش هتحتاج من الإضافة دي غير اللي أنا ذكرته في الفيديو أو مثلا تقدر تعرف منها العلامات والتاجز هل مثلا أنت متصدر فيها ولا لا أو أنك تنسخ الكلمات دي مثلا من فيديو يعتبر منافس ليك وتضفها عندك على قناتك يعني مثلا فيه فيديو بتكلم عن نفس الحاجة التي تتكلم عنها والفيديو ده متصدر فيك أو يعني متصدر عليك ثم أنت ممكن تقدر تنسخ الكلمات اللي هو متصدر فيها على أساس أن أنت تتعلق الرنج الخاص بالفيديو بتاعك ويزيد الظهوره بشكل أكبر أكيد مش كل التاجز لأن التاجز ده لي استخدام خاص شوية ممكن أتكلم عنه في المستقبل بس في النهاية الإضافة مهمة وإنما مش بالأهمية أنك تدفع فيها مثلا 40 دولار شهريا عشان تجيب النسخة المدفوعة منها إذا كان الفيديو آي كيو أو تيوب بادي لأن كل الإضافات والأدوات والأحصائيات اللي بتوفرها لك إضافات تلسية وزي فيد آي كيو أو تيوب بادي اليوتيوب بيوفره لك ببلاش في قسم الأحصائيات أو الأن اللي تكن موجود في قناتك بس الفكرة أنك محتاج أن تتعلم وتفهم الأحصائيات دي عشان تقدر تستغلها أفضل استغلال للارتقاء بقناتك وده بإذن الله أنا ممكن أخصص له السلسلة من الفيديوهات عشان تفهم وتدرف أحصائيات قناتك بشكل مصبوط أتمنى أن تقولولي يعني تحت في التعليقات لو أنت عايزين الفيديو ده ولو عندك أي موضوع حابب أني أتكلم عنه ياريت برضو تقولي تحت في التعليقات عشان بإذن الله لو الموضوع ما كلمتش عنه أو سؤال أنا ما رضيتش عليه قبل كده ممكن أعمل عنه فيديو وكده أكون خلصت الفيديو لو أعجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان وصله كل جديد واللايك على الفيديو لإنه بيساعد وأشككم عن الخير بها بإذن الله في الفيديو الجاي ومع السلامة